قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الحكومة تضع قانونا جديدا لحماية المستهلك يدرسه حاليا مجلس الوزراء استعدادا لعرضه على رئيس الجمهورية لاقراره اضاف حنفي ان الهدف من القانون ضبط السوق المصرية كما ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع خطة للعمل على خفض اسعار السلع الاساسية بنسبة تطراوح ما بين 30% الى 50% مؤكدا ان الوزارة ستطرح كمية كبيرة من السلع الغذائية باسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة كما اعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم السماح للشباب بفتح منافذ لبايع السلع التموينية في كافة المحافظات خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وليس لديها محلات بقالة تموينية بهدف توفير فرص عمل للشباب وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم من السلع التموينية واضاف الوزير في تصريحات صحفية ان وزارة التموين ستقوم بعدد من المشروعات خلال الفترة القادمة توفر الملايين من فرص العمل للشباب للاستفادة من طاقتهم مؤكدا ان القيادة السياسية لديها روح الشباب وتتبنى افكارهم وتعمل لصالحهم اشتركوا في القناة